ياريت نعرض جدول المباريات كمان خلال الفترة اللي جاية اللي اعلنت عنه الرابطة الرابطة كانت يوم ستاشر سبعة كانت المؤجلات محطوطة النهاردة استكملوا بقية بطولات او مباريات الدور هنشوف الاهلي هيلعب يوم الجمعة تمانية وعشرين يونيو هيلعب فرق ودي مباراة مهمة جدا هنتكلم عنها بعد شوية عن مدى اهمية هذه المباراة وكل المباريات طلاع الجيش والاهلي يوم واحد يوليو الاهلي والدخلية اربعة يوليو الاهلي وطلاع الجيش تمانية يوليو تتكلم في كل تمانية واربعين ساعة اتنين وسبعين ساعة بتتكلم في مباراة الاهلي وبيراميز ودي مباراة موجلة اتنين اتناشر يوليو مدرن فيوتشر والاهلي ستتاشر يوليو مباراة اخرى في جأس مصر الالمونيوم تسعتاشر يوليو بيراميز والاهلي 22 يوليو المصري والاهلي 26 يوليو الاهلي وسيراميكا 29 الاهلي وبنك الاهلي 1 اغسطس الاهلي والمولين 4 اغسطس سموحة والاهلي 8 الاهلي وزيد 11 امبي والاهلي 14 الاهلي ومدن الفيوتشر 17 هو ده جدول مباريات الدوري حتى نهاية الدوري شوفوا مدى الضغط ومدى المباريات اللي بتتكلم في كل 42 48 ساعة كل 48 ساعة مباراة انا مش في كل عناية النادي الاهلي خلال الفترة القادمة في ضغط المباريات الكبير جدا علشان الناس كانت بتلعب بطولات عالمية بتلعب بطولات كبيرة بترفع اسم مصر خلال السنين اللي فاتت عايز ارجع لأمر تاني الامر الناس تقعد تتكلم عن التحكيم وخاصة ده ظهر في بيان نادي الزمالي الكل تضرر من التحكيم الكل تضرر من التحكيم النادي الاهلي خد خطوات جدية وكل ما بقول النادي الاهلي يعني بتكلم عن لوائح ونظم النادي الاهلي دايما بيرجع لها شفنا في لاتنبرد لما عمل تفرة في التحكيم المصري النادي الاهلي وقتها قدر يحسن بطولة الدوري لما كانت العدالة ماشية بمصطرة واحدة على كل الفرق وما فيش حد تضرر النادي الاهلي وقتها حسم بطولة الدوري قبل نهاية الدوري بست سبع سبيع ده السنة اللي فاتت عشان الناس اللي ايه الناس اللي بتنسى احنا بنفكر بس الناس السنادي في ناس تضررت التحكيم مش في افضل فحالاته على الكل النادي الاهلي تضرر من التحكيم في مباراة مهمة جدا وهو بينافس على بطولة الدوري ايه هي المباراة بطول مباراة البنك الاهلي شفنا خطأ فادح ركلت جزاء صحيحة لما حسيني الشحات بيعمل بالعرض بتيجي في ايه دائما اشرف كابتن محمود البنة في المباراة ما شفاش كابتن محمود الحنف ادى استمرار للام وراكل الجزاء صحيحة مليون في المية تضرر النادي الاهلي وخسر هذه المباراة بعد ما كان النادي الاهلي كسبان اتنين واحد كان ممكن يحسم المباراة لصالحه وتنتهي المباراة فوز النادي الاهلي مش دي مباراة تضرر فيها النادي الاهلي طيب فيه اندية استفادت من التحكيم فيه اندية استفادت من التحكيم وفيه اندية كتير استفادت من التحكيم لكن النادي الاهلي ما استفادش من تحكيم السنادي ده بالعكس ارجعوا كده لكل المباريات هتلاقي فيه مباريات النادي الاهلي ممكن يكون فيه لعب يطرد من الفرقة التانية لكن نتيجة المباراة بتخلي الحكم يعني ايه رحيم شوية باللعيم اللي كان يستحق الطرد ويجي على النادي الاهلي طب الزمانك وهو بيقول ان احنا تضررنا من التحكيم طب استفاد من التحكيم استفاد واستفاد كتير طب ايه المباريات ارجع للمباراة قبلها لقبل مباراة المصر المباراة اللي كان فيها لغط وكلام كتير مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباتر وسيراميكا فايز واحد صفر كان فيه طرد مستحق لحسامة عبد المجيد فيه الشوط التاني في ده الشوط تاني وسيراميكا فايز واحد صفر وده مش رأي ده رأي كل خبراء التحكيم النهار ده استفاد نادي الزمالك استفاد نادي الزمالك طيب المباراة التانية مباراة الزمالك أمام سموحة كانت في الدوري المباراة دي قدر يفوز فيها نادي سموحة لكن تضرر بشكل كبير نادي سموحة بعد عدم احتساب ركل الجزاء صحيحة مليون في المية لحسام حسن وبعد طرد حسام حسن أيضا في المباراة المباراة التالتة مباراة البنك الأهلي اللي فاس فيها نادي الزمالك وتم طرد اللاعب وسمى فصل في ديارة خمسة وخمسين وكان ممكن بنك الأهلي يرجع المباراة دي كلها مباراة استفاد منها نادي الزمالك أنا ما بقولش هنا عشان نادي الزمالك أو أي نادي آخر لكن الكل بيطالب أن يكون وعلى رأسهم النادي الأهلي أن يكون عندنا منظومة تحكيم جيدة الأندية النهاردة بتصرف الأندية بتجيب أجهزة فنية النهاردة بتشتري لعيبة بتنافس علشان يبقى فيه عدالة فالنهاردة لازم يكون فيه مستوى تحكيم عادل أو يكون فيه تطوير في منظومة التحكيم وده بالمناسبة اللي بينادي به النادي الأهلي بقاله 3-4 سنين اللي فاتوا لما شفنا كلاتنبرج وقلنا فيه بارقة أمل في تطوير التحكيم شفنا الناس اللي قاعدت تكافح وتحارب عشان تطفش كلاتنبرج لما الراجل مشي وفي السنة دي النادي الأهلي خادت دوري قبلها بخمس ست ما تشات أنا بس بحب أقول الكلام ده علشان نسترجع الكلام ده مع بعض علشان الناس اللي بتنسى نحب نفكر الناس كلها